أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغطره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين أما بعد ما أسهل أن ينطق اللسان يا إخواني ويا أخواتي بكلمة الإسلام ما أسهل ذلك ولكن ما أصعب أن يترسخ الإيمان في قلب الإنسان شوف ربنا جئ ليه قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا كلام اللسان ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مشكلة حقيقية أن يختلط الحابل بالنادي أن يختلط الصادق بالكاذب أن يختلط المؤمن بالمنافق مشكلة خطيرة اختلط المنافقين بالمؤمنين يضع بالصف يا إخواني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة إلا اقترابة إلا ضعفة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين لذلك الله عز وجل من رحمته بالصف المؤمن فإنه ينقيه على الدوام التنقية تكون عن طريق اختبار اختبار صعب لا يقوى على النجاح في هذا الاختبار إلا المؤمنون حقا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قالت لام نيم أحسب الناس فلي بالك من طريق الكلمات من سياق الآية أحسب الناس هل تعتقدون أيها المؤمنون أنكم ستقولون بلسانكم آمنا ثم لا يصدق هذا اللسان عمل من الأعمال يقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تعجب كبير جدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا اختبارات كتير كتير قوي الجهاد اختبار اختبار صعب بس مش مستحيل ينجح فيه المؤمن ويصبط فيه المنافق الانفاق اختبار حسن معاملة الناس اختبار كبما الغيض اختبار وهكبر حياة كلها اختبار من اول ايام التكليف والى لحظة الموت كل الحياة اختبار الذي خلق الموت والحياة ليه ليبلوكم ايكم احسن وعمله وهو العزيز وغفور النهاردة هنتكلم عن اختبار من الاختبارات الصعبة اوي فعلا صعب مش اي حد هيندح فيه لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الاختبار مقياسا واضحا بين المؤمن والمنافق فيها لطير بين المؤمن والمنافق اختبار خطير اللي هيصطف اختبار ده هيبقى منافق بنصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختبار ده اخواني اخواتي هو اختبار صلاة الفجر صلاة الفجر في جماعة طبعا يا بجال وصلاة الفجر في اول وقتها للنساء روى البخاري ومسلم عم ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي أصلا مكسح رجلك مكسرة وليس هناك من يعينك على المشي وليس هناك من يعينك على الذهاب إلى صلاة الفجر في المسجد تروح حبوا تذهب تحبوك الأطفال ليه لأنك عارف كمية الخير التي في هذه الصلاة ذمت ضخم جدا 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 أن يتخلف مسلم مؤمن عن صلاة الفجر في جماعة أو عن صلاة العشاء في جماعة هو وقت الصدر يا إخواني ويا أخواتي وقت الصدر وقت الصدر ما بين طلوع الفجر وما بين شروق الشمس واحد كان جاي يقول لي أني سمع في برنامج من البرامج أن وقت الصدر لحد الظهر ما يدد سبحان الله أما اللي عملية لحد الظهر فين دي اختباره فين عملية كل أركاتين لكن الوقت يا أخي ينتهي بشروق الشمس هذا الوقت القليل المحدود الصعب وهو فعلا صعب ومقصود أنه ما يكون صعب روا مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصدر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس كلامكم التالي وضوح والأصعب من كده يا إخواني أن اختبار النفاق من الإيمان لا يكتفي بمجرد أن تدرك الصبح في بيتك لا لا بد أن تدرك الجماعة في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم صعب؟ أيها صعب أنا عارف ما هو صعب ومقصود أنه يكون صعب لأنه اختبار خطير والنتيبة خطيرة زي ما قلنا طبعا بالنسبة للنساء صلاتهن وإن كانت مسموحة بالمساجد إلا أنها في البيت أفضل وأكثر ثوابا لحديث أبي داود الصحيح عن ابن عمر رج الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن طيب للأسف الشديد يا إخواني للأسف الشديد فعلا أن مشكلة ضياع الفجر مشكلة شديدة الشيوع في أوصات المسلمين رجالة ونساء ولا حول ولا قوة الأجلاء أنا مش معقد لكم الدنيا أبدا أنا بتكلم عن حقائق في شرع اللي هي عز وجل بتكلم عن نصوص مسكمة يا إخواني ليس فيها لبس بتكلم عن إجماع العلماء مفيش في اختلاف واحد بيقول بس أنا فعلا مش بقدر بالنسبة ليه مستحيل أقول له مش موافق معاك مستحيل يكون في حقك مستحيل تعالوا كنا فكر سوا أولا يقول الله عز وجل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه طيب صلاة الصبح في هذا التوقيت تكليف ولا مش تكليف تكليف فرض ولا مش فرض فرض على كل المؤمنين ولا على طائفة معينة من المؤمنين على كل المؤمنين طيب جاوب بصراحة الله عز وجل يعلم الوسع أو لا يعلمه يقينا يعلمه طبعا لا قلت غير كده مشكلة خطيرة يقينا يعلم الوسع ومع ذلك كلفك بصلاة الصبح في هذا التوقيت يبقى ما ينفعش عقلا ولا شرعا لمسلم يؤمن بحكمة الله عز وجل وبعلم الله وبعبل الله أن يدعي أنه لا يستطيع تنفيذ تكليف من تكليف الله عز وجل دي أول حاجة الحاجة الثانية بعض المشاهدات الأمريكية ناس مش مسلمين كنت عايش هك فترة كنت روح صلاة الفجر في المسجد أرجع منه استعفقتة الصبح أجد الطريق السريع الطريق السريع مليان عربيات عن آخره استعفقتة الصبح الناس دي كلها من نصارى ويهود وملاحدة ملاحدة دولة تيتر جدا هناك ملاحدة ينفرون وجود الإله أصلا استيقظوا في معاد الفجر لكي يذهبوا إلى دنياه إلى أعمالهم كل الناس دي قدرت تصحب الساعة 4 أو 5 عشان تطلع الساعة 6 الصبح تروح شغلها في ناس تانية كنت بشوفها صحية في الشوارع وأنا في طريق للصلاة يعني قبل الفجر قبل ما أروح الفجر الساعة 5 أو الساعة 4 أو مصر قدرت تاني ناس ماشي في الشارع الناس اللي بتحب تجري في عم الرياضة اليوم يجروا في الشارع الهوى النقي الصبح كده ناس زي ما قلت لك يهود أو نصار أو ملاحلة بيتمشوا الصفح في الشارع قبل ما عادت ثلاثة الفجر في ناس تانية كنت صحية في الشارع بتعمل حاجة غريبة قوي 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 تعمل إيه؟ بتفسح الكلب بتاعها سبحان الله قبل ما أروح الشغل تفسح الصفح تفسح الكلب الكلب مسكين بيقعد محبوس في البيت من الساعة 6 الصفح أو 7 الصفح لحد ستة أو سبعة بالليل قلب صاحبه أو صاحبته يتفطر عليه فيعمل إيه؟ يصحى هذا الصاحب قبل الفجر علشان يفسح الكلب علشان يشممه هوا لطيف هوا نظيف الأمريكي نصراني كان أو يهودي أو ملحد بيصحى قبل الفجر علشان الكلب وبعض المسلمين أو كتير من المسلمين أو خلينا أقول بصراحة معظم المسلمين لا يستيقظون لله عز وجل مأساة يا أخواني مأساة وبعدين أنت شخصية بلاش نتكلم على غير أنت شخصية يطرع لو عندك معاد طيار أو قطر الساعة 6 الصفر هتقدر تصحى وتروح في المعاد ولا إمكانياتك البشرية مش هتسمح يطرع لو ظروف عملك بتضطرك أنك تصحى الساعة 4 أو 5 الصفر هتقدر تقوم ولا هتعتبر كل يوم لرئيسك في العمل ويقول له والله ظروفي صعبة مقدرش ويقول لك قل لي بصراحة يطرع لو حد هيددي لك ألف جنيه الصفر في معاد الفجر يوميا تموت السنة هتصحى ولا لا هتصحى عشان تاخد الألف جنيه ولا مش هتصحى طيب قلنا أن أنت هتصحى هيكون معك 365 ألف جنيه بأخذ السنة افرد في أخذ السنة مد يطرع أحسن تموت وانت سايب وراك 365 ألف جنيه ومش معك ولا صلاة فجر في أبرك ولا أنك تموت ومش معك ولا جنيه ومعك 365 صلاة فجر في الأبر معك فكر بصدق وجاوب بصدق يطرع هتصحى للفلوس ولا هتصحى للفجر الرسول يا أخواني كان عارف أنه صعب علينا صلاة الصفر في موعدنا كان عارف أن الأخوة والأخوات الرجال والنساء صعب عليهم علشان كده سبحان الله كان ليه اسلوب تربوي رائع في تحكيز المسلمين على هذه الصلاة المحورية الخطيرة اللي بتفرق الصادقين من المنافقين كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم إدى خصائص هامة فريدة لصلاة الصفر لترغيب المسلمين في هذه الصلاة العظيمة الهامة خصائص هامة جدا خلي بالكم خاصية الأولى تعظيم الأجر جدا لمن صلى الصفر في جماعة طبعا فين في المسجد على تبيل المثال قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصفر في جماعة فكأنما صلى الليلة كل يا الله تقدر تصلى الليل كله عندك فرصة تأخذ نفس الأجر بصلاة العشاء والفجر في جماعة لكنك آيب طول الليل تصلي سألت الإخوة المصليين في ليلة 27 رمضان وأثناء صلاة التهجد وكان ما شاء الله العجب تبير والقيام طويل ساعات كثيرة متتالية مجد تبير جدا سألتهم يا ترى قيام ليلك القدر بكاملها أفضل ولا صلاة الفجر في جماعة في شهر صفر أو رجب أو شواد أو أي شهر غير رمضان يا ترى أيهما أثقل في الميزان أيهما أهم أيهما لو فاتك تعذن أكثر أيهما لو فاتك تلام من الله أكثر ها جاوة تقدر تصلي عشرين ركعة سنة للضهر من غير ما تصلي الفرد لا ينفعش طرف مش كده ولا إيه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى الأول الفروض بعدين تيجي النوافل يا ترى لو عرفت أن ليلة القدر كانت ليلة كذا وإنت الليلة دي كنت نايم هتزعل 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 أمار دي ما تزعلش على صلاة الفجر اللي هي أهم من ليلة القدر لأن صلاة الفجر إيه صار وليلة القدر إيه ليلة القدر بكاملها سنة صلاة الفجر في أي يوم من أيام السنة فرض أما ليه الناس يا إخواني بتتكالب على ليلة القدر بدين للجامع والشوارع اللي حوالين الجامع وبعدين سبحان الله تيجي تلاقي الفجر في الرمضان صفة أو صفين بالكتير ليه يا إخواني ليه الناس مش فهمها هذا غيال حقيقي للفهم يا إخواني يا أخيتي الله ليلة القدر هدية من الله عز وجل لمن حافظ على الفروض لمن حافظ على صلاة الفجر وغيرها من الفروض العبادة الإخواني مش مقمرة معقولة أروح أعبد ربنا سبحانه وتعالى يوم أو عشر في أيام وأعمل حسنات زي اللي بقاله سنة كاملة بيصحى في عز البرد وفي عز التعب وفي عز الشغل علشان يصلي ربنا طيب في خير إيه تاني تستمرت الفجر في خيرة عظيم قوي قوي ومتعرفين يا إخواني يوم الأيامة هتكون الظلمة شتية جدا تعرفين طبعا الشمس تكور والنجوم تنكدر ألاس نفيش نور وبالذات على الصراط ويحتاج الناس إلى النور للجوال على الصراط والصراط صعب المرور على الصراط صعب يا إخواني صعب طيب المؤمنين هيجيبوا النور ده منيه النور بتاع يوم الأيامة حاجات كثير جدا جدا عملوها في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالنور شوف كده الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث موتان روعة يقول بشر المشائين المشائين يعني إيه يعني ما بيمشوا كتير قوي بشر المشائين في الظلم الظلم يعني صلاة العشة وصلاة الفجر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد يعني مش في البيت بالنور التام يوم القيامة النور التام النور الذي لا ينزع عند الصراف ليه لأنهم نجحوا في اختبار الدنيا فوقاهم الله عز وجل من السقوط في النار يوم القيامة حتى سبحان الله تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك ذكر خاص تقوله وانت رايح صلاة الفجر وانت ماشي في الظلمة وانت فاكر الظلمة بتاعت يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك ذكر تقوله وانت رايح صلاة الفجر في الظلمة تقول إيه تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا كمان في إخي التاني في صارات الفجر وعد صريح بالجنة من صلى البردين دخل الجنة البردان هم الصفر والعصر فيه أكثر من كده أيوة فيه أكثر من كده سبحان الله هو فيه أكثر من الجنة رؤية الله عز وجل في الجنة اسمع كده إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث البقرية ومسلم عن جرير ابن عبد الله رب الله عنه يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم وخلي بالك بيديك وسيلة توصل بها إلى هذه الرؤية فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فتعلوا يا الله هذه صلاة الفجر وصلاة العصر ولست في ناس بتنام في صلاة الفجر سبحان الله يبقى أول خاصية تعظيم السوار إلى أقصى درد خاصية الثانية هي الشقة الثانية من المسألة ضيع الفجر مش بس ضيع الأجر لا ضيع الفجر عذاب وعذاب شديد شوف الرسول عليه السلام بيحكي للصحابة رؤية طبعا رؤية الأنبياء حق يقول إنه أتاني الليلة آتيان الآتيان دولت في آخر الرؤية بيفسر جبريل وميكاين وإنهما ابتعتاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنه أتينا يصف لهم راجل بيتعذب وإنه أتينا على رجل مضجع راجل نايم وإذا آخر وفي رواية ملك قائم عليه بصخرة واحد وقت على رأسه بصخرة وعمال يضرب رأس الراجل اللي نايم بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلب رأسه يعني يشق رأسه يشدخ رأسه فيتدهده الحجر يتضحك إلى بعيد فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان يرجع الرأس يلتأم من جديد ويجي الملك من جديد يضربه تاني على رأسه ثم يعود عليه فيقعل به مثل ما فعل المرة الأولى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول انزعك انزعك شديد قال قلت لهما سبحان الله ما هذا قال انطلق انطلق وبعد المر على مشاك كثيرة وفي الآخر بيقصرروا اللي شافه احكيت الراجل ده قال له اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه يأخذ حقم الله عز وجل فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ده موضوع ما وينام عن الصلاة المكتوبة ايه هي الصلاة اللي احنا بننام عليها صلاة الفجر يا اخواني صلاة الصدر واي صلاة نام عليها لكن المشهور هو ان الناس بيتنام عن صلاة الصدر يقول العملية مش عملية ضياع اجر لا العملية فهي عقاب وعقاب مريع يا اخواني نستروا على العبية الخاصية الثالثة ان الرسول صلى الله عليه وسلم عظم جدا جدا من قيمة سنة الصدر هي الصلاة الوحيدة التي عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنتها الى هذه الدرجة قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يا الله وقفوا كده وقفوا مع الحديثة فكروا فيه هو ايه اللي بيمنعنا من صلاة الصدر مش برضو جزء ضئيل 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 من الدنيا اما نايم تأخر في امر وامور الدنيا واما عايز تصحى بعد الصلاة الفجر لانك مرتبط بامر وامور الدنيا سبحان الله تخيط ان كل الدنيا كل الدنيا من اولها الى اخرها بكل ما فيها من اموال وكنوز ومناصب واعمال ومغريات وملهيات كل الدنيا لا تصل الى قيمة ركعتين الفجر السنة فما بالكم بالصار يبدكت الوسيلة التالتة او الخاصية التالتة لصلاة الصبح الخاصية الرابعة تفرد صلاة الصبح بامور ليست في مقية الصلاة انه خلق اشياء خاصة بصلاة الصبح نفسها مختلفة عن بقية الصروات يعني صلاة الصبح فيها حاجات مختلفة لاحظ كده صلاة الصبح اولا من اولا خلص الادان بتاعها مختلفة الادان فيه بعد حي على الفلاح يزود الصلاته خير من النوم الصلاته خير من النوم وقف كده يا مؤمن مع هذه العبارة ايه اللي بيمنعك من المزول لصلاة الفجر مش برضه لذة النوم وراحة النوم وحلوة النوم طيب قادي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك بمنتهى الوضوح الصلاته خير من النوم يدرى مصدق ولا مش مصدق المسألة بوضوح مسألة ايمان وحاجة تانية صلاة الصبح خلى لها اذكار خاصة بعدها غير كل صلاة يعني انت ورا كل صلاة بتسبح ربنا تلاتة وثلاثين وتحمل تلاتة وثلاثين وبتكبر تلاتة وثلاثين وبتقول استاذ فرمان بي حاجات خاصة لكل الصلاة جمع صلاة الصبح لها حاجات خاصة بيها فوق الحاجات التانية زي ايه مثلا؟ زي رسالة السلام قال لك تقول في دور صلاة الفجر وأنت ثاني رجلك يعني لست مغيرتش هيئة الصلاة تقول ايه؟ تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملء وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات وانت لست فيئة صلاة الفجر عشر مرات يحصل الى قلت الكلام ستة حاجات عد معاية واحد كتبت له عشر خسنات اتنين محيت عنه عشر سيئات تلاتة الرفع له عشر درجات اربعة وكان يومه هذا كله في حرز من كل مكروه يا الله كان يومه كله في حرز من اي مكروه او من كل مكروه خمسة وحرسات من الشيطان ستة ولم ينبغي لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله اي ذنب ان شاء الله ربنا هيكفره الا الشرك بالله النساء طبعا تاخد كل الاجر ده اذا قالت الذكر ده في بيتها بعد الصلاة في اول الوقت تلحق الصلاة وقت ما المسلم بيصاله الفجر في جماعة المنزل الخاصية الخمسة تعظيم وقت صلاة الصفح ووقت الصفح يا اخواني وقت مشهود من اللي بيشهده الملايكة تخيل الملايكة اللي نزل للارض تشهد هذه الصلاة الهامة شوف الحديث الجميل بالبخار عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة الجميع صلاة الجماعة تفضل صلاة الجميع صلاة احدكم وحده بخمس وعشرين جزء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر الله الله التقاءنا بخشياء كل الملايكة سلم وستلم في صلاة الفجر ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه وعرضاه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهولا شوف في رواية أخرى في البخاري يقول ثم يعرج الذين باتوا فيكم الملايكة بتوعب الليل ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم يقول كيف تركتم عبادي خلي بلد يقول إيه فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون الله مش برضو أحسن إن الملايكة تذكرك عند الله عز وجل بأنك من المصلين تشهد لك أنك كنت تصلي الصبح في جماعة مش برضو أحسن ما تقول يا رب كان نايم كان غافل كان عنده مشاكل تانية أهم فما جايش يصلي صلاة الفجر مش أحسن برضو نراجع نفسين الخاصية السابقة أنت إذا صليت الصبح فأنت في حفظ الله ورعايته سائر اليوم الله حاجة من ترر في أحسن من كده تشعر في يومك كلك أنك في حماية الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يعني في حماية الله في عهد الله في ضمان الله تشعر بثقة هائلة أثناء يومك إذا كنت مصليا للصبح تشعر بثبات أمام المحن أمام المصائب أمام الطغاء أمام الجبابرة كل ده بركعتين بس تصحب صليهم صلاة الصبح سبحان الله ركعتين تثبت فيهما صدق القلب وقوة الإيمان في الخصية في الخصية السابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبب لهم صلاة الصبح بأن يجعل وراءها درسا أو توضيحا لمفهوم معين أو سؤالا عن أصحابه أو تفسيرا لرؤية يعني لقاء علمي روحي إيماني راقي جدا جدا يقول العرضات الدسارية رضي الله عنه وارضاه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجرة ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليدة ورفت لها الأعين ورجلت منها القلوب ثم بدأ يذكر الخطبة المشهورة الطويلة الشاهد يا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أصحابه بعد صلاة الصح ويعلمهم ويفقيهم ويشرح لهم وكل هذه عوامل تشجع من كان في قلبه تردد أن لا يفوت هذه الصلاة العظيمة الصلاة الصبح الخصية التاملة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفز المسلمين على البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح يفضل قاعد بحاد بشروف الشمس يعظم جدا من أجر هذا الوقت يصبح هذا الوقت عبارة عن برنامج تدريبي إيماني عظيم يبدأ به المؤمن يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغدادة في جماعة صلى الصوف في جماعة ثم صعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين إيه بأسوابه خلي بالك كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 يا الله الخصية التاسعة وسيلة غير مباشرة لكن جميلة جدا روت الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ المسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله يا الله رحمة من رب العالمين لكن لاحظ أن القترة بين صلاة العشة وبين صلاة الصف هي أطول الفترات التي تقع بين الصلوات وهي الليل كله وهي نصف اليوم تصبح صلاة الفجر إخواني مكفرة لنصف اليوم وبقية الصلوات مكفرة لنصف اليوم التاني أو قل تصبح صلاة الصف مكفرة لنصف العمر لمن حافظ عليها وبقية الصلوات مكفرة لنصف العمر الآخر وذلك إذا اجتربت الكبائر فضل هائل وقيمة لا تقدر الخاصية العشرة والأخيرة في هذه المحاضرة بالنسبة للخصائص اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هو لتنظر أن البركة في البكور الساعات الأولى في الصباح بعد صلاة الصف هي أبرك ساعات في اليوم كل رواه الترمذي وغيره عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نبارك لأمتي في بكورها هذه المبركة إخواني في كل شيء في كل الأعمال في التجارة في الزراعة في الكراءة في السفر في إنجهاد في سبيل الله أي شيء صخر رضي الله عنه لو أراوي الحديث استفاد من هذه النصيفة كان رجلا تاجرا كان إذا بعثت تجارته بعثها في أول النهار فأثر رضي الله عنه وكثر ماله حتى إنه في رواية أحمد جاء أن صخرا كثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه سبحان الله يبقى الرسول عيدك تعمل نظام جديد لحياتك عيدك تصحى تصلي الصف في جماعة تتأهل بليونة بصلاة الصف وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت اللي ما بين الصف وحد الشروق وتقوم بعدها تشتغل ما توحش تنام وتأخذ البركة بتاعت أول اليوم ودي صخرة رضي الله عنه وارضاه قطر فلوسه مش عايز تقطر فلوسك اصحى صلي الفجر وربنا هيدريك اكتمالك إن شاء الله الرسول لما كان يبعت جيش كان يبعته أول النهار شوفوا النعمال ابن المقرر رضي الله عنه وارضاه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس يعني أمسك عن الكتال فإذا طلعت قاتل بعد طلوع الشمس في وقت البركة بقى يبتدي يقاتل وكان يقول عند ذلك تهيج رياح النصر يا الله ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم يبقى كان يستنى بعد صلاة الصبح وقت مبارك يا أخواني لكل ما سبق يا أخواني من الفضاء والخصائص وغيرها أدرك الصالحون قيمة صلاة الصبح ثم ضيعوه وما تخيلوا أصلا أن يضيعها إنسان شوف رواية أمام مالك رحمه الله في موطئه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة أحد التابعين من كبار التابعين رحمه الله فقدوا في صلاة الصف يوم من الأيام يوم في العمر ما شكش سليمان إيه لي سيدنا عمر إيه لي خلي مؤمن ما يرفش يصلي الفجر ذهب عمر رضي الله عنه إلى أمه إلى الشفاء أم سليمان رضي الله عنه فقال لها سليمان من الصحابيات فقال لها لم أرى سليمان في الصبح لم أرى سليمان في الصبح كارثة إيه طرع اللي خل سليمان لا يذهب إلى صلاة الصبح قالت إنه بات يصلي أعد طول الليل يصلي قيام الليل فغلبته عينا ما كانش قاعد دم التليفزيون يا إخواني مع ذروش سيدنا عمر قال لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة بكاملها سبحان الله بيعت عمر بن الخطاب للخلافة كانت في صلاة الصبح تخيلوا الصديق طاف مساء ودفن مساء وفي صلاة الفجر في اليوم الثاني بويا عمر بن الخطاب للخلافة يعني إيه يعني كبار رجال الدولة والأمراء والوزراء وأهل الحل والعظم ومن بيده الأمر كل دولة كانوا يصلون الفجر في جماعة يخذوا قرارات في منتهى الخطورة قرارات مصيرية جدا في صلاة الصبح صلاة منتهى الأهمية يروي الإمام مالك في مواطئه أن المسور ابن مخرمة رحمه الله من التابعين أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها التي طعن فيها من الخطاب رضي الله عنه وعرضاه خلاص بيموت آخر ثلاثة أيام في حياة الفروك رضي الله عنه وعرضاه يقول المسور فأيقفت عمر لصلاة الصبح حتى الليلة دي الليلة الليلة اللي مطعون فيها عمر بن الخطاب وعمر رأس الدولة وعمر مطعون طعم قاتلة والظرف صعب جدا جدا لكن صلاة الصبح لا تؤخر يا أخواني ما يقدرش يخليه صليها بعد الشروط ماذا قال عمر عندما أيقظه المسور ابن مكرم رحمه الله قاله إيه هو أين تعبان ومطعون في لحظاته الأخيرة قال نعم نعم أحسنت أنت صحتني نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة سبحان الله ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم قام عمر رضي الله عنه وعرضاه وصل صلاة الصبح وجرحه يتعب دماء جرح عمل ينزف ينزف بسه مش قادر يوقف صلاة الصبح أنس ابن مال رضي الله عنه وعرضاه كان يبكي بكاء مر كلما تذكر فتحة تستر سبحان الله ليه بيبكي تستر مدينة فارسية حصينا حصرها المسلمون سنة ونص بالكام تخيل سنة ونص حصار لهذه المدينة وبعدين في الآخر فقطت في أيدي المسلمين وتحقق لهم فتحا مبينا من أصعب الفتوح التي خاضها المسلمون إذا كان الوضع بهذه الصورة الجميلة المشرقة لماذا يبكي أنس ابن مال رضي الله عنه وعرضاه عندما يتذكر موقع تستر لقد فتح باب حصن تستر قبيل ساعات الفجر بقليل انهمرت الجوش الإسلامية داخل الحصن ودار لقاء رهيب بين ثلاثين ألف مسلم ومئة وخمسين ألف فارسي قتال في منتهى الضراوة كل لحظة في هذا القتال تحمل الموت وتحمل الخطر الكبير على الجيش المسلم موقف في منتهى الصعوبة ولكن في النهاية سبحان الله كتب الله النصرة للمؤمنين وانتظروا على عدوين بفضل الله وكان هذا الانتصار بعد لحظات من شروق الشمس آه لقد ضاعت صلاة الصبح في ذلك اليوم الرهيب في يوم الفتي لم يستطع المسلمون في داخل هذه الأزمة الطاحنة والسيوف على رقابهم أن يصلوا الصبح في معادة ويكي أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه لضياع صلاة الصبح مرة واحدة في حياته جيش المسلمين مشغول بذروة سلام الإسلام مشغول بالجهاء في سبيل الله لكن الذي ضاع شيء عظيم يقول أنس وما تستر إيه تستر وما تستر لقد ضاعت مني صلاة الصبح وما وذدت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة هنا نفهم يا إخواني لماذا ينصر هؤلاء مفيش لغة رقمات في الإسلام إن تنصروا الله ينصركم ويسبق أقدامكم كيف ينصر الله عز وجل قوما فرطوا في طريبة صلاة الصبح كيف هذا لا يكون أما أن يكون الجيش على شاكلة أنس بن مالك رضي الله عنه يحاسب نفسه على الطلطة الوحدة فهذا ولا شك جيش منصور طيب نعمل إيه عازين نكون زيدون عازين نصلي الفدل في جماعة كل يوم تعالوا نقول عشر وسائل تساعدكم وحضر ديه والابتكار في هذه الوسائل يا إخواني مفتور أي حد عنده وسيلة صحية يتوكل على الله عز وجل وينصح فيها إخوانه الوسيلة أولى الإخلاص التام لله عز وجل صعب جدا إن واحد مش مخلص لله إن يحافظ على صلاة الفجر ده أصلا صلاة الفجر اختبار الاتشاف المخلصين الإخلاص ده تكون إنك مستعد للضحي بأي شيء بأي شيء بسبيل إنك ترجي ربنا سبحانه وتعالى تضحي بمال تضحي بجهد تضحي بعلاقات تضحي بعمل تضحي بحياتك كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى ضياع صلاة الفجر يا إخواني ويا أخواتي عرض لمرض ماذا هو المرض؟ لا هذا عرض لمرض المرض هو أنك جعلت الله عز وجل أهول الناظرين إليه لم تهتم به لم تخلص له لم تأبه بشرعه بأمره لم تخشى تحذيره لم تتبع قانونه أو تخضع لشرعه ومن ثم أضعق صلاة الفجر علامة قطيرة على غياب الإخلاص وخلي بالكم حيا إخواني موضوع كبير وفي تفصيلات كثيرة لكن أشعر أن الوقت يطول بينها حاول أتفصل على قبل الإمكان وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني أبينكم في اللقاء الآخر نفصل في هذه الوزائل الوسيلة الثانية العزيمة الصادقة الأولية الإخلاص الثانية العزيمة الصادقة عندي قناعة شخصية أن اللي عايد فعلا يضحى الفجر هيضحى فعلا لو تشعر فعلا بقيمة الفجر في جماعة هترتب كل غروبك أن تقوم الفجر شوف ربنا بيقول لي في المنافقين ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عد ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عد بس هو مش عايزين فعشان كده ما أموش ولو ما بيش عندك عزيمة صادقة عمرك ما تسمع الأدام ولو علم الله وفيهم خيرا لأسمعهم وحتى يا أخي والله لو سمعت وأنت ضعيف العزيمة برضو مش تقوم ليه لأن ربنا هو اللي مش عايزك تقوم بعزيمة ضعيفة شوف ربنا بيقول ليه ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عدة ولكن كره الله اندعاتهم يا لطيف كره الله انبعتهم ربنا هو اللي مش عايز المتثاقلين القسالة فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين هو يا أخي تتأثر بكثرة القاعدين المتخلفين عن صلاة الفجر اوعى لا تقرن نفسك هؤلاء إنما قرن نفسك بأصحاب رسول الله صلى الله قرن نفسك بعمر قرن نفسك بخالب بالقعقاع بيوسف النتاشفين بكل الناس اللي قلناهم علّ همتك وعظم خضوتك وكبر أهزافك كده وضخم طموحاتك وعمل لنفسك ورد محذة خاص بصلاة الفجر بس خليك جدي جدا مع نفسك ورقة واحدة فجرتها أيام الشهر كلها اليوم اللي تصلي في الفجر في جماعة علّم صح واليوم اللي يفوتك الفجر في جماعة علّم غلط وشوف أهر الشهر حياتك ماشي صح ولا حياتك ماشي غلط والحق صلح نفسك الوسيلة الثالثة تجنب الذنوب تركز الذنوب الفجر يا إخواني ويا أخواتي هدية من الله عز وجل هذه الهدية لا تعطى إلا للقائعين أما القلب الذي أشرب حب المعاصي فكيف يستيقض لصلاة الفجر القلب الذي غططه الذنوب كيف يتأثر بحديث يتكلم عن فضل صلاة الفجر أو كيف يسمع لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم ضياء الفجر يا إخواني ويا أخواتي مصيبة مصيبة وخليكم فاكرين كلام ربنا سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فتش في حياتكم فتش على ذنوب ما زلت مصبرا عليها ذنوب جايتكم في عينيك جايتكم في لسانك في علاقتك بالناس في علاقتك بأبويك ذنوب في القلب كبر عجب حسد غضب رياء أي شيء فتش ولا تفتصغرن ذنبا من الظنوب مين عارف ما جايز هو تلي أعابك عن صلاة الفجر إياكم ومحكرات الظنوب فإنهن يجتمعنا على الرجلي حتى يهلكنا سئل الحسن البصري رحمه الله لماذا لا نستطيع أن نقوم الليل بيتكلموا على قيام الليلة إخواني مش على صلاة الصبح قيام الليل قال أقعدتكم ذنوبكم خطر الذنوب ربنا الصفحة قال عايز اللي يصلي لي كل إنسان نقل طاهر تائب نائب إلى الله عز وجل بسرعة يتوبون من قريب نسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة الوسيلة الرابعة الدعاء وسيلة في غاية الأهمية اعمل لدفك ورد يومي تبع الله فيه بإخلاص أن يمن عليك بصلاة الفجر في الجماعة اوعى تستهين بالوسيلة دية هو من اللي بيصحين للفجر أو لغيره مين هو ربنا صفحة تعالى بل قل من الذي يبعثك من نونك أقول يبعثك من نونك عصر النوم يا إخواني نوع من الموت وليقض كالبعض شوف ربنا دي قولي في الكتاب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت دي من عميها فيمسك التي قضى عليها الموت دي ما ترجعش التاني دي خلاص مادة ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إنك في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يبقى ليدا ربنا سبحانه وتعالى الذي يمسك بأرواحنا أن يرسلها على صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر الأربع وسائل دولك أساسيين يا إخواني ويا أخواتي مينفعش إنك تسيبهم الإخلاص والعزيمة والتوبة إلى الله عز وجل والدعاء دي حاجة مينفعش في الصاد خطف يا بأي اللي أنت عايزه لكن مينفعش شي منهم واحدة الوسيلة الخمسة الصحبة الصالحة برضو وسيلة في غاية الهمني الطاعب على الإنسان الوحيد صعب شوف الرسول يقول ليه عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد كلام فيه منتهى الوضوح وفيه منتهى العمر شوف مين أصحابك يا ترى لما بتشوفهم بيفكرونك بصلاة الفجر بيفكرونك بالقرآن بيفكرونك بغض البصر بيفكرونك ببر الوالدين بيفكرونك بربنا سبحانه وتعالى ولا مش هم دول أصحابك لو كان أصحابك ما يهمش هم غير الله واللعب والوقت الضايع والحياة التافهة والمعاصر والزنوب يبقى الحق نفسك حاول تدعوهم إلى الله عز وجل ولكن أنجب نفسك يا أخي ضوّر على الصحابة الصالحة وقال ليه فاكر المرء على ديني خليلة فلينظر أحدكم فنيو غالب الوزيرة السبتة النوم بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة النوم مبكرا النوم مبكرا مش عيد أبدا أنا مش عارك مين اللي دخل في أزهننا أن الأصفال بس هم اللي بني مبادر سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيطفل نور في الدنيا كلها علشان ننبلي سبحان الله وإحنا برضو مصررين نصحة الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنه فيه والنهارة مصررة هي دي سنة ربنا في الأرض الناس اللي عايشة للدنيا وعملت دراسات علشان تستغل للدنيا أفضل استغلال وصلت للحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن والرسالة والسلام علمها لنا من عشرات القرون أرجع بيكم تاني الأمريكا علشان تصحى بدري في الموعد للعنات أول درس لازم تنام بدري فبيناموا بدري عن أي معاد ممكن تتخيله صعب جدا أنك تمشي في الشارع الساعة تسعة بالليل وساعة حد ماشي في الشارع خلاص الناس كلها نام تمانية تمانية ونص تسعة بالكتير كلام دا انعكس على حياتهم نظام وحيوية ونشاط وإنتاج واتقابتهم حضار أنا مش بقول الكلام دا عشان أنا مبهور بالنظام اللي عندهم لا أنا بقول الكلام دا عشان أنا متحسكر على كتير من المسلمين اللي مش فاهمين الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى سيبهولنا في القرآن وفي السنة اللي بيعملوا الأمريكان واليابنيون والصينيون وغيرهم من أهل الأرض هو دا الإسلام إخوان وجدتوا إسلاما ولا معرب إسلمين وبعدين انت هتظهر ليه تسفرج على تليفزيون غالبها هتاخد شوية سيئات وازنوب هضيع عليك الفكر هتذاكر المذاكرة الصبح بعد الفجر للحجل الساعة تمانية دا أفضل وقت ممكن تذكر فيه دا كلام العلماء مش كلامي واللي هتذكره بالليل في ساعتين هتذكره الصلح في 12 ساعة هتنصر عشان بتزور حد يا أخي انت لو مش عايز تقوم الفجر تقوم بدري خارد تخلي غلك يسر سيبوا يروح الفجر إحنا محتاجين نغير نظام حياتنا كله ما عندناش وقت نضيع في كلام فارغ إحنا آه ممكن نعمل شوية لهب ومباح لكن خليكم فكرين نحن أمة جادة فيها شيء من اللهب المباح ولسنا أمة لا هي فيها شيء من الجد القليل خلي بالك يبقى أول نصيحة بخصوص النوم إننا نم بدري على قد ما نقدر حاجة تانية الرسالة السلام كان يتوضى قبل ما ينام وكان ينام على الشرق الأيمن على جنب اليمين ويقول أذكار النوم أذكار نوم دي كتير جدا وليس المجال للذكر أذكار نوم بكاملها لكن أنا هقولك حاجة واحدة مهمة قوي قوي إنك ترى آية الكرسي قبل ما تنام الرسالة السلام قال أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح شوى الشيطان ظل بيعدها نصدفك خلاص ربنا بيحفظك من الشيطان بآية الكرسي وأذكار النوم كثيرة وعودوا إليها في كتب الأذكار برضو بخصوص موضوع النوم حاول تعرف كل الناس نظامك عرف أصحابك وأريبك ومعرفك إنك بيتنام بلدي أخ الله ما فيش زيارات وفيش تليفونات ما فيش محمول بعد ساعة عشرة مثلا أو حداشر حسب ما تحدد لنفسك وانظامك يا أخي والله مش حاجة تكسب عمر النظام الإسلامي ما كان يكسب اللي مفروض يتكسب هو اللي بيخلف النظام الإسلامي يبقى النوم مبكرا النوم على وضوء النوم على الجانب الأيمن أذكار النوم وأعلم الناس بنظامك الجديد وسيلة السبعة وسيلة شرعية وصحية تماما تماما لا يختلف على أهميتها طبيبان لا تأكل كثيرا قبل النوم الأصل طبعا ألا نأكل كثيرا طول فترات اليوم هي دي سنة النبوية لكن عايزين نركز قوي إننا ما ناكلش كتير قبل ما نعلم العقل بتاعنا يا أخواني يا أخواتي مسكين كميات الأكل الكبيرة تسحب الدماء من كل الجسم ومن العقل أيضا تسحب هذه الدماء إلى المعدة وإلى الأمعاء لهضنه كميات الهائلة من الأطعمة العقل اللي الدم انسحب منه بيبقى بشبه غيكوبة مش بيقدر يقوم الفجر مع ذور لأن انت تديده أكل أكثر من طاب وطبعا الأكل الكثير قبل النوم بيعمل برضو قوابيس وأحلام مزعجة الناس بتجد وراك وحوش بتاكلك مأمور دراي حابين سحال حكا تكتب جدا تعمل في عالك مهتراب لحد فين فين على الفجر عايز تنام شوية فيروح الفجر لذلك يكون أحد الصالحين تأكل كثيرا فلان كثيرا يفوتك خير كثير هو طبعا لقصد يفوتك خير كثير يفوتك قيام الليل لكن طبعا ما كانش يقصد صلاة الفجر ما كانش يتخيله أن واحد ممكن ما يصليش الفجر يبقى دي كانت الوسيلة السبعة للمساعدة على الاستيقاظ لصلاة الفجر الوسيلة التامة وسيلة مبتاكرة ولطيفة ومفيدة على أكثر من المستوى حقها مفيدة لمن حافظ بالفعل على صلاة الفجر ولو سنين الوسيلة ديت هي مذكرات فضائل الفجر يعني ايه مذكرات فضائل الفجر عبارة عن عشرين أو ثلاثين ورقة كرتون نعملهم انت في الديد يريد الورقة دي يكون ملون والوان تصفرية واضحة كده أصفر أخضر سماوي الوان تكون ظهر ووقف كل ورقة حاج ما يكون كبير نسبيا التف كل واحدة منها بخط جميل وغط واضح حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحبض على صلاة الفجر يعني مثلا ورقة اتبع عليها لن يالجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها واحدة تانية بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيم وهكذا عشرين أو ثلاثين ورقة كل أسبوع طلع ورقتين ورقتين بس فالطوم في القوضة بتاعتك في مكان ظاهر بحيش تشوف الورق كويسة بكده هتضرب أكتر من عصفور بحاجة أولا هتشجع نفسك أنها تشفح الفجر كل يوم بتشوف هذه الأحاديث وبتفكر نفسك في الأجل لحاجة تانية الناس اللي بقى لها سنين بتصلي الفجر ممكن تكون نسية الثواب الضخمة للصلاة الفجر وأصبح الأمر عندها عادة تفرق كتير قوي أنك تقوم عادة وتقوم عشان أنت مشتاق إلى ثواب صلاة الفجر حاجة تالتة ممكن غيرك يشوف الحديث الفجر وكلك نزال حسناتك في الآخر الوسيلة التاسعة الأجراس الثلاثة ثلاث أجراس إيه هم الثلاث أجراس أول واحد طام مشهور لمنبه وخلي بالي أصبط المنبه على أول معاد الفجر بلاش تفاؤل أكتر من اللازم متقولش يعني إن شاء الله النهاردة هكوم الليل كمان وتصبط المنبه قبل الفجر بنصف ساعة أو بعشر دقايق فتصحى فتلاقي لسه في وقت فتقفل المنبه وقاية ليه هريح خمس دقايق خلي بالي ثم دولت أخطر خمس دقايق في حياتك الخمس دقايق دولت هيكون السبب في ضياع فرض ربنا سبحانه وتعال خليك وقعي لو أنت بتضحى بالعافية على الفجر بلاش من الأول تفترض إنها تقدر تصلي كامل ليه لأ خد نفسك بالتدرج واعلم أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برزق تقفله إن لما تقوم تمشي عشان تقفله ساعتها بقى لو قمت مشيت وقفلت بقامت مع طلبك إصرار واترسل فده موضوع تاني لكن إن شاء الله كده تدمر لك أنت إنك تقوم من نوم يبدأوا الجرس وجرس مهم جدا جدا قال من أبا الجرس الثاني التليفون اتفق مع حد من أصحابك اللي بيصحى كل يوم في الفجر إنه يتصل بيك ويصحيك أو اللي يصحى فيكم الأول يصحي التاني اتفق كمان مع أنه ما يقفلش السماعة اللي بعد أن يتأكد إنك صحيح يعني يعني يعمل معك حوار حوار ولو قصير جدا بس يضمن إنك ما تقفلش السماعة وسترجع كنان تاني وبعدين خلي عليك واجب إنك أنت كمان تصحي واحد تاني مجرد أن تستيقظ تعرف من عليك مسئولية إيقاظ كلان هذه المسئولية ستتفعك إن شاء الله إلى القيام يبقى الجرز التاني جرز التليفون الجرز التالت هو ليس معدش فيجر جرز واحد جرز الباب واحد معك في العمارة أو واحد معك في الحي إنت عارف المجرد حالفاج خليه عند عليك الصحية طبعا لازم تعرف في البيت عشان ما حصلش إذعاك في البيت يبقى تستعانة بالأجراس الثلاثة ستعين إن شاء الله على الاستيقاظ لصلاة الفجر الوسيلة العشرة والأخيرة في هذه المحاضرة ولاست الأخيرة من وسائل المحافظة على الصلاة الفجر هي أن تدعو غيرك إلى الصلاة الفجر الترس الذي يعمل يا إخواني ويا أخواتي لا يصدق الإنسان اللي كل يوم بيفكر غيره من الفجر إزاي ممكن هو ينسى الفجر وابدأ أول ما تبدأ ابدأ بأهلك ابدأ بأولادك وزوجتك وإخوانك ووالديك إذا كنت أنت بتلاقي صعوبة في الصلاة الفجر ما فيش داعي هم يمر كل التجربة اللي انت مرت فيها قبل كده فكرهم دايما بالفجر وبسعادهم عليه وعلى فكرة العملية دي تحقق أهلك مش فضل منك ده فرض عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتك وغير أهلك بقى أكلم أصحابك ومعارفك وحبيبك وما فيش حاجة بتروح عن ربنا كل واحد كل واحد هيصلي الفجر بسببك هيكلك من الأجر مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم تشايف في بديكنة الوسيرة العشرة من الوسائل المعينة على صلاة الفجر في جماعة ممكن طبعا تضيق الوسيرة لانتو شايفها منازمة وأعانك الله عز وجل وأعاننا على طاعتك كلمة أخيرة يا إخواني ويا أخواتي في الله صلاة الفجر في جماعة للرجال وفي أول وقتها للنساء قضية محورية في حياة الأمة المسلم القضية مش قضية تركعتين صلاة وشوية حسنات بس لا القضية أكبر من ذلك بكثير صلاة الفجر بتضبطك اليوم كله صلاة الفجر بتمشي الكون كل الكون زي ما ربنا سبحانه وتعايد ويمشي صلاة الفجر بتربط الناس بربها من أول اليوم لأخبر صلاة الفجر وخلي بالك بتخلي الأمة كل الأمة في ذمة الله طول اليوم في ضمان ورعاية وحماية الله طول اليوم في الفجر يا إخواني بتقابلوا صفوة المجتمة أو هえてكونوا فكرين من صفوة المجتمع هم أصحاب البيع والسلطان والمال والشهر لا 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 صدقوني إخواني الصفوة حقيقية هي التي تحافظ على صلاة الفجر في جمال في مجتمع كثرة فيه الفساد بتقابل الصالحين في صلاة الفجر في مجتمع كثرة فيه النفاق بتقابل الصادقين في صلاة الفجر في مجتمع كثرة فيه المعاصي والأسام والشرور بتقابل الطائعين والتائذين في صلاة الفجر أي فضل وأي منه من الله عز وجل وأي صفوة من البشر أنت تقابل في صلاة الفجر صلاة الفجر يا إخواني مقياس لمستوى الأمة ومقياس لقيمة الأمة الأمة التي تطرد في الفجر في جماعة أمة لا تستحق القيام بل تستحق الاستبدال وعلى الجانب الآخر الأمة التي تحرص على صلاة الفجر في جماعة أمة اقترب معاد تنكينها في الأرض أرض لا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة ثم يتحدث مساء عن التنكين في الأرض كيف؟ إزاي ممكن ربنا يعمل كلمة إن الله لا يسلك عامل المفسدين وأي أساد أعظم من تضييع قرض من فرض الله عز وجل تضييع حق من حكوك الله عز وجل والإصراء على ذلك التضييع ما هي أول صفات الذين يمكنون في الأرض؟ تعالوا كده اسمعوا الكلام ربنا اسمعوا أقول بكم ولينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه أول صفات أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور أول صفات الممكنين في الأرض إقامة الصلاة وإقامة الصلاة ليست نقر الصلاة كنقر الغراب وفي غير موعدها إقامة الصلاة هي إقامتها بكل شروطها وفي أول وقتها وفي المكان الذي أمر الله به في المسجد وبكل خشوع وتضرع وابتهال وانكسار الصلاة بهذه الصورة يا إخواني يا أخواتي أداة من أدوات النصر كلكم عرفين الكلمة اللي قالها أحد المسؤولين اليهود من أنه لا يخاف من أمة الإسلام إلا في حالة واحدة وهي أن يصل عدد من يصلون الفجر في جماعة كعدد الذين يصلون الجمعة في جماعة سواء باكا هذه الكلمة قالها فعلا مسؤول يهودي أو لم يقولها فالجملة صحيحة أمة الإسلام بغير صلاة الفجر في جماعة أمة غير مرهوبة حفظوا كده كويس لا يستقيم لأمة تطلب العزة والكرامة والنصرة أن تفرق في هذه الصلاة ملحوظة غريبة جدا وهامة لعنصاف سورة الإسراء خلي بالك لم يأتي طلب النصرة إلا بعد الحديث عن الفجر يعني إيه اسمع كلا القرآن وتدبر قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا يبقى قامة الصلاة وركز أبعال إيه على صلاة الفجر وقرآن الفجري مقصود بقرآن الفجري صلاة الفجر وعبر عنه في القرآن لأن القراءة الفجري تكون طويلة عادة وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا وبعدين الحجل وراه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثت ربك مقاما محمودا يبقى مع الفجر قيام الليل أو قبل الفجر قيام الليل وبعدين بعد ما عملت الاثنين دولت تعالت لبقى يقولي وكل رب أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا واجعل من لدنك سلطان النصير وكل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا آيات عجيبة والله يا أخواني سبحان الله لا يأتي طلب السلطان النصير من الله عز وجل ولا يأتي مجيء الحق وإزهاق الباطل وتمكين دين الله عز وجل في الأرض لا يأتي كل ذلك إلا بعد إقامة الصلاة وبالذات صلاة الفجر وقرآن الفجر وإلا بعد قيام الليل كما قال ومن الليل تتهذب به نافلة هذه هي أدوات النصر في الإسلام صلاح الدين الأيوب رحمه الله اهتم أول ما اهتم بالصلاة الفجر وتحفيز الناس على صلاتهم في المسجد الجيش الذي يصلي الفجر في جماعة هو الجيش الذي ينتصر على الصليبيين أو غيرهم من أعجائي الأمة طبعا صلاح الدين يا أخواني مش درويش وقف في الجامع وسائل أعداد الجيوش لا 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 هو واخد بكل الأسباب المادية من إعداد ومدريب وسلاح وخطة وحجل الجنود واختيار للتوكيد وأفضل أحلاف وتوحيد الصفوف واخد بكل الأسباب المادية لكن في نفس الوقت عارف أنه مش ممكن هينتصر إلا إذا كان ربنا معاه وإزاي ربنا ممكن يكون معاه وابضيع صلاة الفجر يبقى لازم يرتبط بربنا قبل ما توفع النصر ولا ينصرن الله من ينصره وسبحان الله يا إخواني رجوا على القرآن سبحان الله كنز والماء تغيير الله عز وجل لواقع الأرض من الظلم إلى العدل ومن الفساد إلى الصلاة يكونوا دائما في الصبح يا سبحان الله سبحان الله حاجة غريبة جدا ملحوظة في القرآن الكريم إشارة إلى أن هذا الوقت الشريف ووقت الصبح ده وقت تغيير اوعد كنين فيه اسمع كده شوف إهلاف أو ملوط كان أمسا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب شوف إن لك حاد قوم هود تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين إلى آخر الآيات وهكذا في كل الأنبياء والمرسلين حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء فساء إيه فساء صباح المنذرين فهو ده وقت التغيير ووقت الجهاد ووقت التمكين ربنا سبحانه وتعالى عندما أفصل بالخيول التي تجاهد في سبيل الله ماذا قال قال والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فالمغيرات صبحة الخيول التي تغير في الصباح في وقت التغيير هيفضل الكلام بصحي يا إخوان لحد يوم الإيام أو الله لحد يوم الإيام هذه من السنن اللي عبد العجل إلى اللحظات الأخيرة في عمر الأرض فيكون التغيير والإصلاح والتنكين لأولئك الذين يحافظون على صلاة الفجر في جماعة تخيلوا شوف المعلومة الغريبة دي نزول المسيح عليه السلام إلى الأرض واستقرار العدل في الأرض سيكون في صلاة الفجر يا سبحان الله الجيل الذي يستحق استقبال المسيح عليه السلام جيل يحافظ على صلاة الفجر شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا مستقبل الأرض كما جاء في سنن ابن ماجب رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رد الله عنه وقبضه قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال أشد فتنة هتيجي على أرض فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيه إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم يعني لو طلع قبل كده ولا في نبي جاي بعد كده وأنتم آخر الأمم يبقى يحصل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو خارج فيكم لا محال يا رب سلم ثم بدأ يتحدث رسول الله سلم عن صفات الدجال وعن الأحدث المصاحبة له وعن يأجوج ومأجوج ثم بدأ يتحدث عن اللحظات الأخيرة جدا في الأرض يتحدث عن طائفة المؤمنين التي سينزل عليها المسيح عليه السلام ليقيم العدل في الأرض من جديد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وجلهم ببيت المقدس أي جل المؤمنين الآن ذاك ببيت المقدس نسأل الله سجل أن يحرر فلسطين كاملة وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصف خلي بالك الجيش اللي مستني نزل المسيح اللي هينزل عليه المسيح كانوا وقفلوا وخلاص هيصلي صلاة الفجر والإمام هيصلي بيهم إن نزل عليهم عيسى بن مريم الصف بنصر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله ليس هذا الكلام يا أخواني من قبيل المصادفة أبدا أبدا هذه لحظات تغيير وتمكين وعزة ورفع للمسلمين إزاي المسلمين ممكن ينقص ينقص يمشي التخقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس طبعا الإمام لقى نبي نازل فبيقدمه يصلي بالمسلمين فقال فيضع عيسى يده بين كتفه ثم يقول له تقدم تصلي فإنها لك الأقيمة فيصلي بهم إمامهم إمامهم من المسلمين وجاء في روايات أخرى من الأحاديث أنه المهدي المنظر يا سبحان الله أبعد هذا هناك من ينام وصلاة الفجر تقام في المسجد سبحان الله بحلم بيوم يا إخواني ألاقي فيه كل الأعديد بيصلي الفجر في الجامل بحلم بيوم ألاقي فيه المساجد مليانة بالمسلمين بحلم بيوم ألاقي المسلمين نستنين أداني الفجر بشوق بشوق حقيقي يرددون الأذان ويسعوني إلى بيوت الله بلهفة إنهم فيه لقاء مع الله عز وجل بحلم بيوم ألاقي فيه المسلم اللي بضيع منه صلاة فجر واحدة يوقط طول اليوم حزين ومهموم علشان فاتته حاجة كبيرة قوي قوي بحلم بيوم أشوف فيه ولاد أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها يأمون المسلمين في المساجد فيه صلاة الفجر وغيرها بحلم بيوم أشوف في دين ربنا هو دين الأرض وإن العدل حل محل الظل وإن شرع ربنا بقى هو الشرع الحاكم في كل مكان بحلم يا إخواني وانعارف إن أي واقع بنعيش دلوقتي تنحل نقبل كده وانعارف برضو إن أحلام النهاردة هي واقع بكرة إن شاء الله بحلم بمستقبل أنا على يقين والله يا إخواني ويا أخواتي أنا على يقين من حدوثي أنا شايف بكرة يا إخواني ويا أخواتي أنا شايف بكرة ومش بنجم أو بعرف الغيب لا أنا شايف وعد ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة والله لا يخلف المعاد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اختضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يجركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسكون لاحظ الآية التي جاءت وراء ذلك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هو ذا طريق الاستخلاف إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل أن تكون هو ذا طريق الاستخلاف والتمكين والأمن نسأل الله عز وجل أن يسر لأمة الإسلام أمر رجد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أكل لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته